بعد أن فشلت في الحصول على ثقة برلمان طبرق حكومة الوفاق الوطني الليبية تسعى من جديد لتوحيد الفصائل المتنافسة التي تقسم ليبيا منذ سقوط معمر القذافي سنة 2011 الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أكدت أنها ستواصل السعي للحصول على موفقة البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له على الرغم من تصويت أعضاء المجلس برفض الحكومة وفي بيان مفصل أعلنت قيادة حكومة الوفاق أنها تتطلع لأن يقوم مجلس النواب بعقد الجلسة لاعتماد الحكومة التي ينوي المجلس الرئاسي تقديمها بعد استكمال التشكيل الحكومي ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى العزم على إجراء تعديلات واسعة في التعيينات الحكومية أو إلى الاستبدال الوشيك لأربعة وزراء من الشرق أسقطوا من التشكيلة الحكومية لعدم تقلدهم مناصبهم في العاصمة ومن جانبه طالب مارتين كوبلر مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني الاستمرار في أداء مهامها لحين قيام مجلس النواب بمنح الثقة لتشكيلة الجديدة وفق الاتفاق السياسي ورحب كوبلر باستئناف جلسات مجلس النواب وبتعهد المجلس بإجراء مشاورات واسعة مع الأطراف السياسية والمدنية لزيادة الدعم لحكومة الوفاق اشتركوا في القناة